كاسا دي كولتورا هذا إن شاء الله لنهارة السبت الجي طاوة وصلنا للوقت متاع الإخراج والفن والسينما لنحدث مع مبدع تونسي ومخرج تونسي عنده نجاحات عديدة دعونا نبدأ بزوط أفليم الطويلة ونحدث مع بعض الشخصية العميقة المحمد خليل البحري هذي الكلو في الاجندة كولتوريل هذي الاجندة كولتوريل محمد خليل البحري مرحبا بيك في سوديو راديو ميد مرحبا بيك ومرحبا دي بحثنا الاجندة كل اللي اسمعوا فينا مرحبا محمد خليل البحري تقديمك للناس واضح جدا محمد خليل البحري مخرج تونسي خلي نقول شاب البداية كانت الناشحة كمش نحكيه على الأفلام الطويلة البداية كانت عرفتك الناس وعرفك الجمهور العريض بفيلم آخر نفس فليسيتاسيون على الفيلم لوليني آخر نفس لأنه هذي أول مقابلة لنا بعد الفيلم هذي عايش ومبروك العرس عايش كيبيرك لك إن شاء الله كل شي بالبركة مبروك عليك وزوجتك بحذينا في البلاتو هكا مبروك عليكم الزوز الفضايا لا مش فضايا مبروك عليكم الزوز هذا بالنسبة للعرس لأنه لا تحت ليش الفرصة بش نحضر لك إن شاء الله هذيك عليش حبيت نقول هيرك في الانتين إن شاء الله مبروك عليك محمد خليل يا عايش خوي هذا بالنسبة للخصوصيات اللي يبدأ عليها دي بالفنان لك المثالش محكينيش في حاسات ما تتخالج مبروك عليك خليل عايش كيبير آخر نفس ذاك كيف مبروك على نجاح الفيلم الحمد لله عايش خوي يرجع اليوم محمد خليل البحري بفيلم طويل دونك الفيلم حجر الويت كي نغزل اللي فيش اللي فيش متى تحكي عليها شوية في الإذاعات تحكي عليها برشة خليل نقول في إذاعات فما جدل ما نشي نحكي فيه توخ عليه ولم بعد هات نبدأ ونحنا بالفيلم الجديد نحكيه على سيناريو الكتابة أطوار تصوير الفيلم كيفيش جات الفكرة متاع الفيلم إنه نعرف كل مبدع في كتابة فيلم يخذ وقته يقعد مع روحه يكون في عزلة ولا ليه هاد الكلو نحكيه مع محمد خليل دونك نبدأ بالفيلم هذا حجر الويت الاسم أصلا يعني يجلب الانتباه دونك يوحي اسم الفيلم على أطوار والأحداث اللي موجودة في الفيلم بطبيعة ما فاماش عنوان معناها عنوان ما يدلش على المحتوى معناها بالنسبة لي أنا رأيي الشخصي والفقير والمتوضع أنه عنوان ما يدلش على المحتوى معناها ما فيه إيدنتيتي معناها ما عندك عليش تحط فيه دونك إلي بيان معناها كان انت تنجم تختار عنوان بيع ومممتان ينقل معناها الكنتوني متاع متاع الفيلم وممتاع البروديو متاع الفيلم يخرج محمد خليل البحري وانتي بديت بالبيوع دونك بش نكمل معاك بطولة أحمد لندلسي مجد بالغيف مر والعقربي الفنين القادير رأوف بن عمر لمين بالخوجة أحلم الفقيه ملك العوني عزيز باي مريم الخليفي يوسف بقرة خالد العبيدي ومحمد الخميس تشكيلة رهيب دونك اختيار الشخصيات هذو يعني فمشكون من اللي زنفليونسوز ولا باسك انتك تريس ونرجع له ونحكي وفيه فما احمد لندلسي مجد بالغيف رينا في بعض الاختيارات متاعك في الزاكتور ما تبعدش على اختياراتك في اخر نفس دونك التلفزة وتجاربتك مع التلفزة خليتك تكون اختيار الشخصيات متاع من الانتوراج متاعك كيفاش كان بالذبط معناتها باي اه ساعة والحاجة الاختيار متاع الشخصيات متاع الاخر نفس كان ان دفي بالنسبة لي انا ان دفي اني ناخو دي زاكتور دي كوميديان معنا عباد قابلوا في الكوميديا نهزهم للبسيكودرام راه كان دفي بيني بين روحي معنا بسام الحامراوي اروى بن اسماعيل وليد الزين مالك بن سعد سامح السنكري هذو ما تعرفوا بالكوميديا الاسماء اللي خاف منها المخرج السينما عادة صحيح او لي؟ صحيح حيش والتأكد هم اجمع التىاتر ومعنى التىاتر كما عنiği الاسماء يحتفظ انا بالكومي السينما إن انا بحكم في صدفة معهم يعني هم نعاود نعود 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 مع العامل التالي ونحكي على الفيلم الآخر فقط رؤية من التعليزات كان فيها بخصوص انا انا كان اكس يجري انا نعرف بهم الان ما بعض الان توجه نعرفهم ببعض معنى خاطر كانت بناتنا علاقة صداقة اكثر من علاقة خدمة قبل ما انا نقولها يعني كنت قريب من شخصيتك ولا كنت قريب من اصدقائك انا ما عندي صداقة فى الخدمة معنى انا جفى لشوى متع صداق اي ما يلسو فى لبسنا كاسكات الخدمة ما عندي صداقة معنى ها كل ما يغاني معنى انا بيدي معنى ها قلتها كان جات الخدمة بالمحبرة يوم يدي ما معاين معنى ها راو معنى ها لازمنا نفصلو بين الفولي امان والحياة الشخصية بين حاجة تعجبني ونمي لها ونمي لها بين حاجة الفات تربريزنتي هذا هو سؤال كان محمد خليل يعني انت وقت اللي يريد مثلا مالك سعد ولا اروى ريت شخصية مالك سعد فى الفيلم ولا ريت صديقك اللي هو مالك اللي كان قريب لك ريت فيه انه نجم يكون يلبس الشخصية ريت بتمدل يعني المغرج دائما عنده رؤية مختلفة انا ريت صلصال ريت انسان كاميليون ينجم ياخو اللبسة هذي كو يلبسك ويدخل في التونال هذيك ونجم يخرج لحاجة تي بي اوك هذك شوى متاعي بتعليز اكتر ما ننكروش اللي هو كان نفهم الفوليم تاع الصداقة على الاخر فيها الحكاية ما يلسوا في والينا نخدمه من نحيو الصداقة على جنبه ماذا؟ والفيلم لقى نجاح وكيما قلت انتي الحمدولله من بعد نلقاه الفيلم الطويل الثاني وانتي كنت عندك تجارب في الافليم القاسيرة لذلك اختيار الفيلم الطويل عادة المخرج ثان ديفي ليه الحل ما متاعه يكون عنده فيلم طويل ناجح لذلك نلقاك بعد نجاح الفيلم الاول تتعدى في فترة زمانية مايش بعيدة برشة للفيلم الثاني تقريبا نستغرق قدش وقت كتابة الفيلم تحديل الفيلم اختيار الشخصيات بالنسبة للفيلم انا معناها انتي تعرفني من اللي انا اتوديون ديما نكتب معناها غرامي يكتب للي في يوم من الايام كي لقيت روحي ماتور ولقيت روحي جاهز اني انقابل الجران بوبليك جبت لي موجودين في الدرج معناها وراقي الموجودين في الدرج جبتهم وقعت الرتابي وقعت ان هذا في اختيار الشخصيات كان يحبوا يعرفوا كيفية عملت بشخصيات هذا ركبت على الفيلم القديم نحن نمشي بوب وراجعين الكاسة دي كولتورة الكاسة دي كولتورة مع مروين بن حزيز مع مروين بن حزيز الكاسة دي كولتورة نجحت الباك وقالولك مبروك اما كي جيت ورقة التوجيه حيروك للكول سوپيريور بريفي دو تكنولوجي اي دو منجمنت في تونس سوپتك تنجمت كونهي أحسن اختير دي لسانس دي مستر محمد خليل البحري بحثينا في البلاتون نحكيه على الفيلم الطويل الثاني لمحمد خليل البحري حجر الويد كنا نحكيه قبل الفيلم على الفيلم الاول وهو اخر نفس اختيار الشخصيات اللي كانوا حسم مقار محمد خليل فيهم من المقاربين اصدقاء فيهم اللي رأى فيه الشخصية متاع الفيلم وتقمس شخصية متاعه وخلي نقوله متروزة يعني للممثل هذيك دونك نواصل مبعدنا في اختيار الشخصيات نواصلو مالك بن ساعد كيريت الشخصية من اللول كيفاش كيفاش تكتبت الحكاية المالك كيفاش ريتها ونحب ناخذ الرؤية متاع محمد خليل البحري المخرج قبل كل شيء بالنسبة للمالك بن ساعد في الفيلم الاولاني مالك اول حاجة معناها انسان تالنتيو على الاخر سورتو في الترنش داجة معناش برش عباد تنجم التفرز مش سينقص من قيمة مالك بالعكس معناها مالك فرص دروحه في الكوميديا فرص دروحه في الدراما ودجا إلا بروفي على الاخر في الحرقة سناء معناها نشوفه في ما عادش نحكيه على اكتور ولا نحكيه على اكتور كونفيرمي لذلك كان لدي شرف اني تعاملت مع الخلطة كما تعلمون مثلين في المالك كانت اكتور مالك هو مالك هو بسام الحمراء مالك هو بسام الحمراء نجم من نسبويله مالك هو بسام الحمراء وطماتيكا يجب ان يشبه يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان تكون نفس الريتوال لكي نجمه ونقربه للشخصية معناه هذه بالنسبة للشخصية متعملك اختيار شخصيات للفيلم اخر نفس نحن نتعذب نحكيه على فيلم طويل كلنا سألنا قدش استغرق وقت لانه الفترة الزمنية حقيقا المخرج عندما يقعد في الخلوة ومع ذاته مع نفسه فما سيناريست فما فنانين فما اختيار شخصيات فما ديلكسيون داكتور هذا الكلو صار في فترة زمنية ليس سريعة لكن كان يكفي الوقت بش نلقى الفيلم حاضر او تكتب قبل الفيلم لا الفكرة يعني اطار يعني تحذير الفيلم نفسر لك الاستراتيجية متاعي انا كما قلت لك قبل انا عندي عندي محتوتين في الدرج محتوتين مكتوبين من قبل من اللي انا اتوديون الجور كما قلت لك القيط روحي قادر اني انقابل بالتجربة متاع الفيلم القصيرة متاع الكليبات متاع متاع الحمد لله القيط روحي قبل القيط روحي لم تحرق ايضا انا انا اتودي و كل مرة انا اتودي و انا اتودي و انا اتودي انا اتودي معناها نحن بدنا في الفيلم في اول ما كمنا الاخر نفس معنا الحمد لله معناها كارتوني الاني قبل معالي الوزير يسكر دور السينما ما عملناه ما عملناه فيها لا عملناه في ستة شهر نحكي لكم مورجيشي تعبنا تعبنا عالخر لالذي لا عادش في الأخر مفسف الفنت لا تعرف الليل جانا ودزنا القدام بش نجمو خرجو لدزيان برودي اللي الحمدول اللي بشهادة اللي تفرجو عنا هالسيرك السيرك اللي ريستران بتاعنا اللي تفرج يعني ايزان بالحق بروفي كو الفيلم اه انا دلوان بالفيلم الولاني. السينيفيل اللي اللي ما زال ما تفرجش على الفيلم اه شنو الحاجة اللي محمد خليل البحري ينجم يبعثي له كارسالة بش يدخل للشوباك ويقطع تذكرة متاع ويشري تذكرة ويدخل يتفرج في الفيلم هذا. لانو اليوم انا القاوضة ايمن الفيلم تقريبا تجارية عادة السينيفيل ولا يتهرب منها نوعا مين. التونسي اللي يحب السينيما يقول لك انا بلاتفورم تغنيت فليكس ولا ولا ما نعرفش انا شنو سيوغا تغنيت نجم تفرج في فيلم كوغ وقالا لغم يتخاج. اليوم الفيلم التونسي اللي المواطن التونسي يشتاق للكلمة التونسية واللهجم تاعنا والممثلين بتاعنا في السينيما تونسي اللي حاجة تفرح برشا. دونك شني اللي حاجة اللي في الفيلم تشبدلي انا بالتعقيب عن نقطة اللي قلتها انتي بالنسبة للنيتفليكس والبلاتفورمي موجودين توا. انا ديجا ماعنا ما نجموش نخبيه ولي هي حاجة محليها وعاونتنا وحلت العينين. ميرا والشارم متاع بالهالة في سينيما بالحق لا تهم الاحجاب بتنجموه. يعني ان ارت black ونقص ونطعب ونعطي وقتي وفيلم كنت تتفرج فيه معنى يفو كونتين من أربعة ساعة معنى ينمشي وجاي وتستنى وتدخل وتتفرج فيك ساعتين والساعة ونص معنى نص نهار بشيء عليك بالحق ايمال غريسة معنى نشوفه في القبال على سينما معنى عندي ديشي فرمام انت على سينما الحمد للسينما يمشي في تونس ومانيبش ندخل في ثقاف شجع المنتوج التونسي وما تشجعوش المنتوج التونسي معنى انت خويا عجبك معنى فما حاجات تتكوميونيكي عليهم عندك لافيش عندك البندنانس عندك الكاستمتاعك عندك الديباع عندك البساج تيلي راديو انتي شوف كان اقنعك الفيلم وأقنعتك الفكرة فازي امشي تفرج معنى المشكل محمد خليل اليوم واحنا ما نحبوش نحكي ديما في المشاكل لكن اليوم يقول لك انه خلينا نقول انا متى الانسان اللي يتفرج في السينما ولي يتفرج في الفيلم ووقتاليا بش نمشي انا لسلد السينما ووقتالي المخرج ما يغزرش خلينا نقول للجمهور العريض لهنى ادخلنا في والكلاسيفيكاسيون خلي قولوا متاع فيلم تجاري وإلا ليه روج انه السينما التونسية سينما دوتور هذا اللي روجها للناس اليوم انا كي نلقى الشبابة وينسا قاعدين يخدموا يعمل لك فيلم في ضرف زوز افليم في عامين ولا هيكتب لك زوز افليم جاهزين في عامين يعني المكينة التونسية والمادة والعقل التونسي المفكر المبدع قادر بشينتجلك وين المشكلة بالضبط على فكرة مريد حدا تونسي عمل فيلم في زوز افليم في عامين يعني انا الحمدولله نتصور لي انا منعرشة حسب رأيي انا صحيح جدا اول تونسي يعمل زوز افليم في عامين في عام في عام ولا وقت اللي كتب زوز افليم في عام يعني تقريبا ما زلت بنتهم تسعة شهر يعني اول تونسي يعملك زوز افليم في عام نعم معنى الشركة نحن 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 توا جون لمدنا فلوس نحطينا اللي قدامنا محسبنا هاش مع العباد مع مع الزاكتور يعاون معنى العباد كل تعاون بش نجم ونخرج وبروديو ناجح ما راهو حبيت نقول بالحكاية هذية راهو بالحق ما فماش امبوسيبل معنى شوف مانيش بشي نقول خاطر الولان يكاين بالموين دبور في الثاني الحمدلله معناها طورنا على الاخر كتامات ريال معنى سيخطو معنى نجم تقول اللي حطينا الساق في التجاري ونرأو من خيرة التكنيشين اللي تخدم معاك بالطبع الحمدل على فكرة معنى حب نترحم على اللي يرحم اللي يرحمه اللي يرحمه وكان لي شرف والاسف اني خدمت معه اول بروجة في حياته واخر بروجة في حياته حبيته يكون حاضر معنا اللي يرحمه اللي يرحمه وعلاقة كنا بالاحداث وإلا ليه نواصل معاك فيلم طويل في ظرف عام محمد خليل بحري باسمه للناس ظاهريا فما كلم تقال انه اغتيار الوجوه التلفزية في فيلم سينمائي يمكن يضر بالمخرج اليوم ان القوم محمد خليل اربح التحدي في الفيلم الاول ويعود في الفيلم الثاني كيفاش تعقب الكلام ذا وكان تعطيني من عرشان اكسكليزيوتي شنو اقال لك رؤوف بن عمر وقتالي يسمع انه مروى العاجري بيش تكون معاه ولا احلام الفقيه بيش تكون معاه انو الخالطة غريبة نوعان مين نراو احلاميين لذلك يتحكي الكلام هدايا قاعد في الكوليس بالطبع اي ما انتي معناها قاعد تحكي في البيون ففيش قاعد يغلي في الريزيون سوشيو ما انتي قاعد ديجاجي فيه لذلك سمعني نبدلك بالنقطة بالنقطة النقطة الولانية سيراوف بالحق انسان نقدره على الاخر ونحترمه على الاخر من قبل ما نعرفه كيزيت تعرفته ما زادني كان احترام وتقدير لي هو بالحق يدوم ميس بغيجان يحب لي جان معناها دزم عانا بلي نجم الكل ما كان عنده اعتراض على حد شي وحاجة فرحتني على الاخر سينو بالنسبة لل مروى العقربي في اختيار شخصيات مروى العقربي في اختيار شخصيات ومعناها بالنسبة لي انا كارتوني في التلفزة يعني كي يرونها نحن الكوبل مع احمد لاندلسي ومارو العقربي في اختيار شخصيات مفيدة مروى عام 2015 و 2016 معناها عملت بريستاسيون مزيانة على الاخر ما بعد اه بدلت نيتها و وجدت مورد رزق وتخدم على روحها معناها في الاختصاص الاخر ما حاجة ما تمنعش حاجة انا نضمن لك اللي مروى العقربي هي بالحق اه الى الى بالحق ما نحبش ما نحبش نعملك البلبلة ما اه عملت تفتق على الاخر في الفيلم بشهدة الجميع معنا اللي يتفرجوا الكل بشهدة الجميع وبشهدة المخرجة اللي يختارها مش تكون عندها دور في الفيلم لكن السؤال محمد خليل دائما الناس خليل نقول تسأل نفس السؤال تقول لك اه اختيار ما نحبش نفس الوينة لكن هيت نسألوه مثالك محمد خليل نجم يكون نختار مروى العقربي لأغراف تسويقية للفيلم نجم تكون ما تفهم الاختيار هيدا ولا ليه الناس تقول لك عنا ممثلين نرجعو لنفس حديث الشارع عنا ممثلين متخرجين من معد العلي المسرح وما همش عندهم ادوار دونك هذي الكلام اللي قاعد يتحكيه دونك هولي منحق الممثل التونسي زيدا يكون عنده طموح بشيخ دي مع مخرج تونسي الشياب لانه رؤية المخرج التونسي الشياب دائما يطمع فيها نوعان من الممثل بالطبع بالطبع باي اه نرجعلك انا تسعة شهر ولا عشرة شهر التالي خدمت مع ثل من المتخرجين من معهد العالي الفن المسرحي لهم معناه بسام واروة وواليد وواليد وكل معناه خلطة هذي كالمجوريتين تاحة متخرجة من المرة هذي المرة هذي اه الكاستينغ فرض مانيش معناه نحكي على حاجة باية معناه بيوع نحكي على العباد نتفرجوا في البردويت وتو نعرفوا معناها علش انا جافي له شوة متاع مروة العقربي معناه بالحق انا ما نتصورش فما عبد اخر كانينجا مجي في بلس مروة العقربي بطن فهم ما اسامي الطرح وقبل المروة العقربي وكنا بش نمشي وفيهم رب صدفة خير منك الفازة ديك اه اه دونك نلقارو احي كي مشيت المروة بالحق نحمد في ربي وجه وقفة انا بالحق باتمود لي انا نخذر للكتور كيفاش هو ينجم يقبل الانستركسيون من عند المخرج وكيفاش هو يوظفها مروة نقولها و بكل الفخر جاي فغابي سور البون بورت خي بي نواصلو من بعض الاسألة ولي كومنتير المخرج الوحيد التونسي اللي نراو في اختيارو للشخصيات اختيار غريب دائما نوعا ما محمد الخميسي اعلامي نراوه مع محمد خليل البحري ملك العوني اعلامي وانجينير دسان خلينا نقولوا اعلامي والا قاتل نستحكي على الواء اوف دونك علاقة ملك العوني بمحمد خليل البحري في الاعلام نوك ما هذا الاختيار فاما ديما كلا فاش نوع قاعدين يعملوا احلام لفقيه ما نراوها كان على انستغرام بعد نراوها في فيلم سينمائي تونسي كانت تنجم تكون الفرصة لممثلين نشحين تونسا كيفش يجيو بمحمد خليل البحري اه الناس هذومة ووقت الي السينمائيين حدثاني يقول لك الاجابة ما نخذهها كان من عند ابناء الاختصاص وهي المخرج الي هو قاعدو فيلم بحي 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 وهذا محمد كلم الناس اللي قاعد يتحقق معاك معاك مرحبا بأي راي وانا انا هوني جاي بش نجاوب كان فاهمة تساؤل او كان فاهمة حالة معنا اكيد واضح ربي يرجع لي بالنقطة بالنقطة خاطر عندي برشة مصبحة محمد الخماسي وملك العوني محمد الخماسي وملك العوني اه هو الفيلم في حد ذاته يحكي على مؤسة اعلامية واضح هذا الناس اللي لازم تسمعوا هو الفيلم يحكي على كوليس متاع مؤسة اعلامية في هزوز الصحاب ومن غادي تنطلق الحكاية دوسكا معناها انا كي نحط مالك في الرئيس هذاك معناها مالك بشوية في اسمان مالك كبر في العمر مدير قناة انا اماجين انتي كيفاش بالحق معناها انا اعملت استعرض عضلات في مالك وانا مالك بالنسبة لي احسان يارب الرابح في الفيلم هذا معناها كي نحط مالك انا نحكيه على تسويقي وليس تسويقي اخي ما كنت نجيب ما نحب نذكر اسامي ما يفهم اسامي اقدم من مالك ومعروفين اكثر من مالك ما كنتش معناها النجم ندق البيبان ومعندي ما قلق معناها النجم ندق البيبان ونسمع الجواب لا مشي تكلمت مالك مالي الفيلم ما زال حبر على ورق قلت له انتي قلت له ايرانيا معناها لحكاية تنجمت وهغني قلت له انا معك كي نحك انت رادة الفعل متاعه من الأول كي نقول بالحق لماذا انا لا افهمهاش وقعدنا وحكينا وخدمنا على الرول وخدمت بالكده بالكده معها على الرول والحمد لله معناها وصلنا للحاجة محترمة جدا جدا بش ما نقول طيارة معناها ديما نحتفظ براي انا في 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 المويا معنا ما نحبش اننا اكيد نخليو الجمهور والنقديم به محمد الخماسي محمد الخماسي ممكا معناها حاجتي بالبروفيل هذاك وما ننسو محمد الخماسي عمل تياتر اكيد معناها نضيفها الجميع التشبيه يمشي لما نعرف ما نعرف محمد الخماسي عمل تياتر ويلا بغوفي بمال دو فوع في لانتين معناها وطوك نحكيه على راديو ولا نحكيه على تلفزي راديو كاميرا اكيد معناها يلسو كمبورت بيان قدم الكاميرا يعرفوا كيفش يجريو معنا يعرفوا ظروفهم ميم حتى لا يفرهو صعيب معناها انتي لازم تكون بوليفالون لازمك تعرف وقتاش تسأل وقتاش تجاوب وكيفاش تغلف هذي وكيفاش تخرج من هذي وكيفاش تدخل هذي معناها هذي عمرو ما كان يشكك في قدرات الممثلين والإعلميين الناجحين وهما الناس ناجحين في العمل المتاحة وانتي مخرج ناجح في العمل المتاحة وانت تدخل كل النجاح دونك هذي ما فيشي حتى نقاش لكن دائما سؤال لانه الناس اللي خذت لاك سمتا على النقدة السينمائية تقول لك انه الوحيد يمكن تقريبا في تونس انه تعرف روجة للناس انه المشاهدة التونسي في السينما دائما كان يتقال انه على لسان المخرجين التونسة الوجوه التلفزيه العبارة خنقولوها محروقة مشتع سينما دونك اليوم نلقى دي فيه محمد خليل بحري يفرض علي وجوه التلفزيه وينسسيني في مجد بلغيث متاع التلفز وينسسيني في خلي نقول أروى مثلا في الفيلم القديم لكن في فيلم ذايا ينسسيني في أحمد لندلسي مؤخرا يعني أحمد لندلسي ووجه تلفزي بامتياز مجد بلغيث كيف كيف دونك ماروى العقربي انفليونسوس قريبة جدا من الناس المتاحة هذي نرجعو نحنا شنو اللي عملو محمد خليل بحري باش نخرج مجد بلغيث واحمد لندلسي ميكا الشخصية متاع التلكشو اللي كل يوم الراه في تلفزه المشاهد تحفظو سيبون عارفو كوميديان كل يوم نتفرج فيه شنو اللي عملو محمد خليل بحري في ديركتون داكتور خدمة كبيرة ولا شاية دي نتصور دونك باش نبعدو على الشخصية اللي أنا كمشاهد استنسبه أنا أكثر حاجة ساعة نشكر عليها روحي الشوامت علي كيب تكنيك اللي عملتو وشوامت علي زاكتور اللي عملتو أنا هذي الحمدولله أكثر حاجة تقييمي شخصي لي أنا نجحت فيها لفت أني عيط المجد بلغيث ولا أحمد لندلسي ولا راني نعرف لش كون عيط معنا كيديل أحمد لندلسي تقوله أعمل رول متاع شباك يوليلك شباك معناها نحكي واعلا بالحق أنا أحمد لندلسي دجا معناها ما كوننا نتصورل هكاك بخش też takich معناها بخش كيف تريدو الكوميدية تريدو الكوميدية تريدو الدراما تريدو الدراما انا نجمشو أقول هما نجحه خاطر نتحدث على برودوين ما زال مخرج لأ وانا ما نحبش كما قلت لك نقيم خدمتي نقيمها بيني بين روحي ونقيمها براي العباد ما عندي الكعبتين اللي تفرجوا في الفيلم هو هذي كلمهم اللي انا قاعد نعود فيه يعني انا راي ما نجمش نقوله معاك معنى البرع ما نجمش نقوله في فينطان دونك اللي ريتو انا اللي عملت اختيار ساقب على الاخر اللي معنى على بكرة ابيهم معنى الموجودين الكل في الفيلم انتري بان شواء راي الناس ما هوش راي ان واضح تقسيم الادوار وتوزيع الادوار على الممثلين باش نراو نفس التركيبة متع الفيلم الاول لانو كن نشاهدو اخر نفس نراو محمد خليل بحري تقريبا اللي مخرج التونسي اللي اعطاه قيمة الكل الفنان ومخرش بطل ولا اثنين في الفيلم يعني اللي زاكس الكل كانوا محترمين بالطبع وكان اكيليبري برشا دونك هيدا نتصور رؤية سينمائية تتفا محمد خليل بحري نفس التركيبة في اعطاء الادوار يعني لانو فما كلام ميت تحكيه هدا بش تحكيين بعض يعنو رأو ابو نعمور كان دور متعه قسير نوعا ما ما هوش كيما مش عون فاليور كيما الادوار الاخرين ما نعرفوش هدا تبيعا في الفيلم بالنسبة شوف كي نقولوا هكا رأنا قاعدين نحكيه على معناها على تايم لاين معنا نحكيه على وقت في الوقت صحيح ما عندوش برشا سيكونسيت ما عندوش برشا برشا معناها المشاهد يقول لك اهمية الدور والوقت هدا اهمية الدور دورو مهم دورو فاعل معنا 호ه ما نجمش نجيبة سيراوف بنعمور بش نحطو بالعكس أن دورو فاعل عالى اخر كان موجود معنا في الفيلم دورو حثاس عالى الاخر وهو الكرينومتاع هو معناها كي تشوف انت سيراوف بنعمور شاعلله يشوف طافه معناه سيراوف بنعمور تحسوا الدور مكتوب له هو معناها في الكرينومتاع هو 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 بالذات ساعت من اللخر تتفكر كران دونك نعرف ان اهمية الدور متا متفاهمين في هذي. لكن المشاهد التونسي يقول لك ديما من حقي انه انه سير اوف ما حابش نقول لانه دائما يقعد فنين قدير. طبع. لكن في التايمينج هذا ما تحكيه معناتها انه دور كان قصير نوعا ما ما كانش عنده برشا ظهور وانتي تعرف نجم تحكينا على الظهور راوف بن عمر في الفيلم عامتان وهذا اللي تحب تعرفه الناس انه في مكلم حول هذي. سير اوف بن عمر عنده دور مهم ومهم ومهم جدا في الفيلم. دور فاعل على الاخر. آآ موجود وحضور ومحترم على الاخر في الفيلم. آآ شوف زادة معناها احترام للناس كل مش نقعد على كل واحد نجاوب فيه واحد وراه وهكا لا فيه شكاكة راو سير اوف احذر راو سير اوف محذرش. بالنسبة لي انا معناها خلينا نشوفوا البرودوي. هذا ما تفاهمين فيه ونحنا نحطه ناتبس يمشوا يتفرجوا في الفيلم بشي يكتشفوا. وبعد نتعديو للنقطة الفعال. اللي نجم ونعمل فيه. هذي معك فيه. لكن تقول الكلم تقريبا فما ده جدل يمكن هيدا نجاح او ده اه في في اختيارك للشخصيات ولا آآ انا اخترت الناس رات معتها خدمة محمد خليل البحري موش كما المعتاد آآ مخرج شاب ذاكي اختياره للشخصيات آآ ظهر فيها يعني توازن كبير. وموش من المعتاد على المشاهد دونسي بشيراء. الشخصيات هذي في الافليم توينسا. دونك هيدا الكلام اللي سئلته الناس. آآ وهيدا الناس اللي حبت اللي حبت تعرفوا عامة آآ كيمنا نقول لك انا آآ دور البطولة في فيلم كي ماناكي. ما كون تعطيها. والله ما عندي بطولة مطلقة. معناها الكلنا ادواء الكلها ادوار مهمة. آآ الكلها داخلها معناها الكلها الكلها مووجودة في الشغل امام ديني. فما ضيوف شرف. منهم سيراوف بن عمر. آآ فما زادة عزيز بي ضايف. آآ ضيف. آآ فما يوسف الضيوف ليس بمعنى الضيوف. يعني دورهم فاعل فاعل. يعني هتحس وجوده في السيناريو. يغير بيه يعمل لذلك يليبر. يعمل لذلك يليبر كبير برشة. يعني ما نجيبش عبد على خاطر ساحبي ولا على خاطر من عرشكي ما ما يروج لهوء للبيوع. لا. صحيح. البيوع حاجة نخم فيها. ليس بالفاصن بتاع انه ينجم يخلي الحم رقبتنا عريان للعباد. معنى لازم نغطي ورواحنا ونكوفري ورواحنا نخدم برودوية كامل متكامل محترم. هذا هو اللي اللي. دونك للناس شنو نجمو نقولوا يعني خلي نقولوا سينبسيس الفيلم فكرة الفيلم شنو كيفش نجمو نروجولهم الناس باش يمشي وشوف الفيلم هذا. مبنية الفكرة له شنو أساس. مبنية على مؤسسة أعلامية. الكوليس اللي يتعديوا في المؤسسة الأعلامية. فيها يونيست وغدا موغ. فيها عوضنا حيين الكوبل متاع أحمد لندلسي ومروى العجربي. خدمنا على على الغموض خدمنا على شوية تحس فما شوية ثريلر معنا فما فما قاضية فما فما شوية زادة. من عارش تحس ساخت النبو فما شوية ما نحبش نقول خوف ما وش خوف ما فما شوية كل الزعزيعة. الباز متاعو خرافة تجبدك على الأخر من اللي تقعد معنا من من طرح الإشكال تكمل كل مرة معناها تلقى روحك. هذا هو هما زوزة صحاب كما قلنا مبنية عليهم الحكاية زوزة صحاب يخدموا في مؤسسة أعلامية صارت بناتهم مشكلة. والديسيجيون اللي تخذيوا لكلهم غلطة. يعني ولا تفهم حرب في وسط الفيلم. هذا يجماليا يعني الفكرة الفيلم والحديثة متاع الفيلم كيف يشدون. نحن الله احنا بش نلقا في السالة الصينيما بناتو. والله إبطال الى الممو نرمال مو نرمال مو نرمال مو سواء لترز هاذا سواء لتخذي هذا. حجر الويد نرجع بعد ما حكينا في يديه نحب نسئل على كل غموض متحول اختيار الاسم حجر الويد بمعنى يرجع الى الحكمة التونسية حجر الويد ما يدوم في الويد كان حاجره كلام تحكيه من النوع هذي الناس قالت محمد خليل دائما ياخذ الافكار المتضاربة اللي روا حتى في الفيلم تارة تاني هزني للأبيض وتارة تاني رجعني للأسود وانا نطبع في الفيلم متاع محمد خليل ساعات الفكرة اللي تروج وانا قاعد نتفرج في المتاع محمد خليل يبين لي بالكيشف انه انا كنت غالط في التخميم وخرجت حاجة اخرى يعني هكا تحب تلعب بالمشاهدة التونسية انا مغروم باللكول متاع معناها هذاك هو معناها بالحق لنلقاها حاجة في انا ان شاء الله نكون وفقت في الاختيار متاعي وان شاء الله نكون وصلت بالنسبة الاختيار حجار الواد كما قلت انتي معناها استينادا عن المقولة ما يدوم في الواد كان حجر حكمة منسية وعبرت وقرأة يعني ما اللي بشي تفرج تو يفهم اللي هو معناها هو بالحق هو غلاف هو اللي يغطي اللي يفهم معناها للمحتوى الكل بيه كان نسئلك على الاحليم لفكيه قدش فيها من حجر الواد من واحدة لعشرة كفننة وكممثلة تعامل معها محمد خليل بحلي ستتاش فاصل اربعة من واحدة لعشرة ستتاش فاصل اربعة لا ما فيمتش معناها الرقم كيفيش بيش تختاره من واحدة لعشرة شنو معنا نعطيها نوت ولا شنو ما فيمتش احليم لفكيه الممثلة قدش فيها من حجر الواد معناها قدش بارتيسيباسيوم تايحة رولها ولا وقتها رولها ووقتها لا رولها ولا وقت رولها 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 ستة على عشرة روف بالعمر ثمانية على عشرة احمد لالدولتي اثناش على عشرة مجد بالغيف تسعة على عشرة خالد العبيد خالد سمحني ياما أربعة على عشرة محمد الخميسي كيف كيف يوسف بغرة ستة على عشرة ومريم الخليفة سبعة على عشرة عازيز بي ستة على عشرة في الفيلم وعشرة على عشرة على وقفته معايا ودزانه معايا اجماليا تركيبة مخلطة فنيا خذي الفرصة من عند محمد خليل البحري خلي نقول اللي زنفلانسوس بيش عطاو في الليماج وكانوا معايا ممثلين نتصور ما دام تعاملوا مع محمد خليل البحري معايا ممتازين تشبيب واضح في الاختيار السينمائي معايا بالنسبة لمحمد خليل البحري بالطبع معنايا شوف اللي رول سنبوز معناها الشواء متاع العبد هذك ومتاع الاكتور هذك ومتاع البرسناج هذك راو مدنا جامش انا عندي بالكزمبل جورناليست دانسوز محلاها بش نشوف انا معناها عبد في ترنش متاع السواصنة ولا دونك اوتماتيكمان الفيلم فرز روحه وكان جد فما بالكزمبل ام كان ليشرف اني نتعامل مع مادام عزيز ابو لبيار ولا مادام جودة ناجح ولا معناها بالعكس ادوار هي اللي حتمت الاختيار متاع الترنش دا جديك ام بي اه النجم نقرأ لك كومنتير من عند رمزي في الفيسبوك متاعك رمزي شكون رمزي التعلم اه لتعلم اه بي يقول لك مبروك لصاحبي الفيلم الجديد مبروك لصديقي خليل البحري الفيلم وان شاء الله بالنجاح والتوفيق اما عندي ملاحظة عيب انه تكون تصوير الفنين القدير رؤوف بن عمر الصغيرة في المعلقة الرسمية عيب كبير في حق وقيمة فنين كبير وانتي كنت جاوبتو تعليقك فقط لانه قلت لك هذا حديث الشارع اليوم اه بي هي كي تصير بي خالي نقول مثالش في صالح الفيلم بتروجه بش الناس يمشي تفرش الفيلم لكن على الاقل كيفاش تعلق على الكلام هذي والله يشوف ايجا بش نبدأ واضحين انا بالنسبة لي انا ويمكن انا راديكال شوية في الحكاية ذي انا كي انتي ماروين انتي معناها نحن واني دي زمي ومعناها انتي كي تعمل حاجة انا الراها خاي براك معناها ماروين عملت فازة في الشارع ولا حكاية راني نجيك نهز تليفون وقولك شبك عملتك ساحبي راه ما تجيش وراه 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 انا كي بش نراك انتي ماروين عملت حاجة نجي نكتبلك سيوخ فيسبوك ماروين محققش عملتك الفازة في الشارع اهنا معنا عرش يمكن اجتهاد وهو حطه هكاكل ما نلومش عليه وهذا لي وفي سيدول اللي ودي قضية رمزي صاحبي وخدمنا مع بعضنا وتعاملنا مع بعضنا ومعناها ما ما فماش مشكل بين هذا وهذا ما رايو قالو جاوبتو عليه بكلام كون فان كون ما زال مكبش في رايو والله هو هو حر معناه فش بش يقول عيب معناه كتقول عيب عيب رأي كلمة كبيرة اهه انا يقول لك عفلان يعمل في العيب معناه حاجة خائبة هذا ما اسموش عيب بنسبة لي انا هذا اختيار وانا نتحمل مسئوليتي كاملة ومتكاملة فيه شكرا للتوضيح انا راجعين بعض وقت الاخبار اخبارو انا رجع